المخاطر التي مستت الجزائر من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل استدعت تشكيل خلايا ورجان يقاضة عبر ولايات الوطن خلايا مكونة من فرق أمنية والحماية المدنية وأجهزة أخرى إدارية أجهزة بمهام العمل الاستباقي والتدخل العاجل هي كان لجنة أو ما يسمى بخلية الليقظة والمتابعة لمثل هذه الحالات في حالة المخاطر أو في حالة الكوارث وهي عمل استباقي لتقوم به مع كل المديريات ومع البلديات ومع الأجهزة لتحسبا لأي طارق من الطوارئ تسيير المخاطر على المستوى المحلي وتفعيل مخططات الكوارث يحتكم إلى نص تشريعي إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذا النص في حاجة إلى نصوص تطبيقية تحدد آليات التدخل الميداني فيه نص قانوني هو 0-24 من ديسمبر 2004 والنص ما يخصه إلا النصوص التطبيقية النصوص التطبيقية ليست وحدها ما ينقص عمل خلايا اليقظة بل حتى التنسيق بين القطاعات من شأنه تجنيب التدخل على المستوى الولائي هناك خاليا تسمى بمركز القيادة ثابت تحت رئاسة السيد الوالي وكل أعضاء الممبرد الإكزيكوتيف كل وعد في الميدان تعويه سيتكفل بهذه المهمة للبوليسي والبروتيكسون سيفيل والميدسان والطرافة في بلك سيخدمون خدماتهم نورمال بين تسيير الإداري والتدخل الميداني يحصل هدف خلايا اليقظة بالولايات ويبقى نجاح مهامها مرهونا بمدى الآنية وسرعة التنفيذ والتدخل لحظة حصول الكوارث الطبيعية